في هذه الصناديق ستصب أصوات نحو 18 مليون ناقباً فينزولي الأحدى المقبل انتخابات حكام الولايات الثلاث والعشرين في البلاد التي ترشح لها نحو 200 شخص ستحدد نتائجها مسار العلاقة بين طرفي المشاد السياسي في البلاد ولسيما بعد فشل جلسات الحوار التي رعاها الفاتيكان بين الطرفين في الدومينيكان الشهر الماضي الجيش البوليفاري يتولى متابعة الاستعدادات اللوجستية لهذه الانتخابات التي يقول المعارضون إنها غير عادلة حتى قبل بدئها فيما يتهم مناصر الرئيس نيكولاس مادورو خصومهم السياسيين بالامتثال لما تمليه عليهم واشنطن من دون الاهتمام بمصلحة البلاد هذه الانتخابات ستجري على وقع تبيونات سياسية وازمة اقتصادية خانقة سببتها العقوبات المفروضة على البلاد وفقمها تهديد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالتدخل عسكريا في فينزولا لحماية الديمقراطية تهديد ترامب ردت عليه الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف بالقول إن أي تدخل أمريكي في أمريكا اللاتينية سيقود إلى حروب أهلية على الحكومة الفنزولية ألا تعطي السلطة للمعارضة هذا تدخل أمريكي وفي مرات عدة أخطأ الأمريكيون بالتدخل في عدد من البلدان عبر المعارضة تحت عنوان الديمقراطية الأزمة السياسية المفتوحة منذ نيسان أبريل الماضي في فينزولا أمام اختبار جديد يؤمل أن تنجح البلاد في تخطيه في طريقها إلى الاستقرار ترجمة نانسي قنقر